مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أخبار اليوم قبول الجزائر للصلح الإسباني بعد إلحاح كبير في إسبانيا وهدم حلقة بالتفصيل وتباعة ذلك على النظام المغربي بداية يبدو أن تراشع إسبانيا مبدئيا عن موقفها التي كانت أزعجت الجزائر ولفعتها لوقف العلاقات مع إسبانيا التهدئة التي دلت إسبانيا متمسك بها لأسابها في محاولة أرضاء الجزائر وتأكدهم أنهم متمسكون في الجزائر رغم الخلاف مع مبادرات إرضاء الجزائر وتأكدهم أنهم متمسكين في الجزائر رغم الخلاف مع مبادرات إسبانيا في الأيام الأخيرة لإنهاء الأزمة وإقناع الجزائر بتحركات جدية ترد الطرف الجزائر وتنهي الجزل إذ يبدو أن الجزائر أخيرا بدأت في قبول صلح المبدئي مع إسبانيا بعد أسبوع طويلة من القطع التامل للعلاقات وعقوبات جزائرية قاسية على حكومة إسبانيا الآن بدأ الصلح والجزائر كخطوة أولى رسمية قامت برفع تجميد عن عمليات تصدير والاستيراد مع إسبانيا على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين بعد تغيير الموقف الإسباني من قلية صحراء الأربية وحسب الجمعية المهنية للبنك والمؤسسة المالية فإن أوامر منعت عمليات تصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا ومنع عمليات توطين للبنكي قد أصبحت مجمدة وطبعا هذا الصلح المبدأي يربك المخزن لأنه سيكون له تبعيات عدة على الموقف من القادية الصحراوية كما أنه وفق محلل فإن إسبانيا أضعت على نفسها الكثير والجزائر حتى مع قبولها الصلح فإن لها الآن شركاء تتق فيهم أكثر من إسبانيا ومن شبه المستحيل أن تحضم جددا إسبانيا بتلك المكانة التي كانت عليها قبل الأزمة والتي اندلعت بسبب حكومة سانشيز هذا وتم تسجيل إرتياح من طرف السلسة في إسبانيا بعد هذا الإجراء من الجزائر الذي أفرحهم ويكون بوابة لقبول صلح المبدأي هذا وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسة المالية قد أصدرت في وقت سابق تعليمة لمدارأ البنوك والمؤسسة المالية طالبتهم من خلالها بمنع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد أو تصدير من وإلى إسبانيا وأكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسة المالية على ضرورة استخاذ جميع تدبير لزيمة لتطبيق صارم لهذا الإجراء فما رأيتم في قبول الجزائر صلح المبدأي مع إسبانيا هذا ومن جهات أخرى خبار اليوم الجزائر ترد صراحة وبشكل مباشر حول أقاويل إنزع الجرس من تحرك الجزائر بخصوص الغاز فماذا حدث مع بوتين والجزائر تصنع الحدث في أوروبا مجددا بداية وبالتزامن مع زيادة الجزائر لإمدادتها من الغاز لدول أوروبية وكذا رفعها للأسعار وزيادة الإنتاج ردت الجزائر بشكل مباشر وصريح لأول مرة حول الأقوال التي تشير إلى أن روسيا ليست سعيدة بل ومنزعية من الجزائر بسبب بيعها لكميات لخمة لأوروبا أنقادتهم من أزمة غاز الروس المقطوع عليهم ليكشف الطرف الجزائري أن هذه المزاعم ليست لها أي أساس من الصحة بل أن روسيا لم تعترض أبدا على قيام الجزائر بهذه الخطوات ببسطة لأن هذا من حق الجزائر ولا تفرط في أي طرف والروس متفهمون لهذا الأمر وفق مسؤولين جزائريين الذين أكدوا أن العلاقات على أحسن ما يرام ممتاز مع روسيا ولم تسجل الجزائر أي اغتراد من روسيا إلى يومنا هذا على بيع الجزائر كميات ضخمة وزيادة الإمدادات لأوروبا سواء لإيطاليا أو ألمانيا أو أي دول أخرى وهذا لأنه من الطبيعي أن تلجاء تلك الدول للجزائر لسد الأزمة التي عاصفت بهم في الغاز بسبب الروس وإن لم تقبلهم الجزائر أصلا سيتوجهون لدول أخرى بحثا عن الغاز وصديع الفرصة على الجزائر لهذا من الطبيعي أن تقبل الجزائر طلبات أوروبا وهدفها العمل وبلوغ أكبر قدر من الأرباح في هذا الوضع الجديد وليس الهدف الإدرار بالروسيا أو أي طرف آخر على خصومة بينهم كما أن وزير طق الجزائر محمد عرقاب نفا في رضيه على سؤال مجلس ديرشبيغل الألمانية إمكانية استياء روسيا من قيام الجزائر بزيادة إمدادتها من الغاز نحو أوروبا وقال عرقاب إن الجزائر صديقة الجميع نحن مورد موثوق وأمن وأحرار في التعاقد مع الشركات الأوروبية إذ كان هذلك في مصلحة الطرفين مضيفا لا يمكننا سلبية طلب الأوروبي بالكامل لأن الدول كثيرة التي ترغب في زيادة الإمدادات لكن لدينا أحسياطات كبيرة جدا لم يتم استغلالها بعد نريد دعوة شركة الأوروبية للاستدمار في هذا الإنتاج وأوضح عرقاب أن الجزائر تلتزم بتعاقدتها الدولية وتحترم الجزائر التزامتها التعهدية وستبقى كذلك لطالما كنا موردا موثوقا لأوروبا وصديقا موثوقا أيضا للروس الجزائر على مسافة واحدة من الجميع تعمل بمصالح مشتركة ولن تتخلى عن هذا المبدأ وطبعا لن يستطيع أي طرف الضغط عليها لتغير هذه السياسة هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم إسبانيا تستراجع وتردخل شروط الجزائر بعد إقحمها للروس في النصف وهكذا كانت الأسعار وهل تقبل الجزائر طالب الجديد أم العكس بداية وبعدتها النزدام لأيام من إسبانيا التي تمطلت في قبول شروط الجزائر بخصوص الأسعار الجديدة المرتفعة التي فاردتها الجزائر عبر محاولة إسبانيا تهيج دول الغرب على الجزائر من خلال إدعاء أن الروسيا يدفي عقوبات الجزائر على إسبانيا وحاولت إسبانيا تخويف أوروبا من الجزائر والإدعاء أنها تخطط للضغط عليهم خدمة للروس كما فعلت معها لكن وبعد فشلك الخطط من إسبانيا ها هي تردخ أخيرا لكل شروط الجزائر وتقبل الأسعار الجديدة رغم أنها مرتفعة جدا وطبعا مرتفعة لأن سعر الغاز أرتفع لأرقام قياسية في السوق الدولية وبالتالي من حق الجزائر أن تفرض أسعار جديدة تناسبها كما أن الجميع وقفوا مع الجزائر بخصوص إقحم إسبانيا للروس في أزمتها مع الجزائر وهذا لعلمهم بحيتيات المشكلة وأن للجزائر سيادتها حيث كشفت مصادر إعلامية عن إمضاء الجزائر ومثلة في شركة سونتراك لجميع عقود الغاز الجديدة مع إسبانيا وأن الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها بعد مراجعة الأسعار ورفعها مناسبة للسوق وحسب الشروط التي حدثتها الجزائر فالمفاوضات انتهت بردوخ الجانب الإسباني لجميع الشروط التي فردتها الجزائر بشأن ملف الغاز يأتي كل هدف للاستمرار الروس في قطعهم الغاز على أيد الدول الأوروبية كرد من الروس على العقوبات التي تسلطها الدول الأوروبية على بلاده ليكون الضرر لكل تلك الأطراف وهناك دول مستفيدة من الوضع الحالي أبرزهم الجزائر بغزها ونفتها هذا وكانت وكالة رويتر قد كشفت في وقت سابق أن سونتراك تتفاوض بخصوص سبل الاستفادة من الزيادة الكبيرة بأسعار الغاز العالمية في عقودها طولت الأجل مع زبنائها الأوروبين أكدت المصادر المتاحة أن سونتراك تتمتع بقدرة تفاوضية قوة للغاية كونها تمتلك الغاز وهي تعلم أن أوروبا بحاجة إليه وكشفت مصادر أخرى لرويتر أن الجزائر تتزم رفع الأسعار لشركاء الأوروبين الذين يستوردون هذه المادة من خطوط أنبيب الوحر على غرار إسبانيا والبرتغال وفرنسا وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا هذا ومن جهات أخرى أخبار اليوم الجزائر تعلن مفاجأة مدوية للعالم وتصنع الحل تعلنها ولأول مرة لم تحدث في الجزائر منذ عشرون سنة وكيف سرعت أوروبا وكيف كانت شرات رسفها للروس بداية وفذل لتهافث الدول الأوروبية على الجزائر لتبيعهم الغاز فذل لتخليهم عن الغاز الروسي بتدريج وقيام بوتين بقطعه كليا عن بعض الدول الأوروبية مع التهاب الأسعار لأرقام قياسية لم يصلها من قبل الجزائر تعلن مفاجأة ضخمة عن الغاز لم تحدث فيها منذ عشرون سنة لتبلغ إنتاج وأرباح منتظرتين هما الأكبر حول تموقعها في المركز الثالث لأكبر مورد للغاز إلى أوروبا وهي خطوة فجأة الروس لكن لم تزعجهم وفق ما ذكرت صحف الروسية اليوم إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر